الحدل الافريقي اتكلم على فكرة استضافة المباراة النهائية بشكل رسمي خطاب مرسل الى كل الاتحادات الاهلية بتاريخ 11 فبراير الماضي هذا التاريخ ادى مهلة لكل الاتحادات الاهلية حتى 20 فبراير موعد لتقديم الملف لاستضافة مباراة نهائي دورة ابطال افريقيا او اللقاء الختامي لكأس الكنفدرالية الافريقية اتحدد في الجواب ان اخر موعد لاي اتحاد يريد ان يستضيف هذه البطولة سواء نهاية دور الابطال او نهاية الكنفدرالية يوم الخميس اللي جاي اخر معادي يوم 20 فبراير والاتحاد الافريقي من خلال مكتبه التنفيذي في خلال هذا الخطاب حدد شروط محددة لاستضافة هذا الحدث اهمها الضمان الحكومي او الدعم الحكومي والاستضافة لهذه المباراة زي اي بطولة مجمعة سواء كاس الامم او اي بطولة عالمية طبعا عرفين الاستضافة لازم يكون فيه ضمان حكومي ودعم الدولة لستضافة هذا الحدث اخر معادي يوم الخميس اللي جاي 20 فبراير واتكتب في الجواب ان في بعض الشروط والمعايير مرفق طبعا مع هذا الخطاب استمارة متعلقة بالمعايير والشروط اللي اي اتحاد هيوقع عليه هو بيقدم الملف متعلقة بالامور اللي جستية الفنادق الطرق المواصلات الانتاج التلفزيوني البس الفضائي عملية تنظيمة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المحلي اللي هينظم المباراة بالتعاون مع الكاف فبالتالي هنا في برنامج الاهل الليلة ذكرنا الموضوع ده اكتر من مرة وكنا بنتكلم ان فيه مفاجآت في فكرة استضافة الفاينال ولما شرحنا فكرة الملعب محيد الناس ما كدش وصل لها المعنى فكرة الملعب المحيد هيبقى ايه فيه كلام رايح في اطار ان الاستضافة هتكون فيه رواندا فيه كيجالي استاد ده بيصح حوالي 30 الف متفرج لكن عموما هنشوف الفترة الجاية هل هذا الملعب ملعب ومهوره في العاصمة الرواندية كيجالي هو لا يستطيع في الفاينال فيه كلام على استاد داري السلام في تنزانيا فيه كلام على استاد ايضا اخر في البروفيل في الجابون في النهاية يوم 20 فبراير هنتأكد بشكل نهائي اذا تقدم اكثر من اتحاد الاتجاه رايح فيه لو لقينا الاتحاد الرواندي مقدم قبل 20 فبراير طلب استضافة الفاينال اعلقه بنسبة كبيرة جدا هيكون فاينال دوري ابطال افريقيا في رواندا في ملعب كيجالي البعض يقول لي ازاي ما كان الكلام على كازابلانكا او ملعب اخرى في الجزائر او او كل دي كانت يعني تقدر تقول افقار او رؤى لدى المكتب التنفيذي ان الملعب يكون ملعب محمد الخامس او مركب محمد الخامس في كازابلانكا ملعب خمسة جولية في الجزائر ملعب سوكر سيتي في جنوب افريقيا لجنة المسابقات حط الشروط والمكتب التنفيذي حط معايير تانية خالص في النهاية اللي هيقرر ويكون صاحب القرار هو المكتب التنفيذي يوم الخامس الجاي هنعرف من الاتحادات اللي هتقدم لاستضافة المباراة النهائية ومن الشكل اللي عامة تقدر تقول المباراة النهائية هتكون فيه اذا الاتحاد الرواندي قدم عايزة لكم نسبة كبيرة الفاينال هيكون في ملعب اومهورو في كيجالي في رواندا هذا الملعب بيسعى لحوالي 30 الف متفرج هل الاتحاد المغربية هيقدم هل بعض الاتحادات الاخرى اتحاد جنوب افريقيا هيقدم ده هيبان خلال الفترة اللي جاية ومش عايزين نسبة لاحداث ونشوف الاتجاه هيكون فين لكن في النهاية المعلومة المؤكدة ان الاتحاد الافريقي مش عايز يقرر مشاكل واخطاء اللي حصلت في نهاية العام الماضي عايز يبتعد بالمباراة النهية في مكان يكون مؤهل لاستضافة المباراة النهية سواء لقاء ديربي اذا وصل الاهل والزمالك اذا وصل الرجاء والوداد اذا وصل الترجي والنجم او حتى لقاء عربي خالص ما بين الاهل واي فرق عربية من الفرق الاخرى او حتى مازينبو ساندوز هو في النهاية عايز يبتعد بالفاينال في مكان يقدر ينفس فيه كل الشروط اللي عايز يطبقها في هذا النهائي وما يكونش في تقرار لنفس الاخطاء اللي حصلت في ملعب برادس سواء في تطبيق تقنية الفيديو الفيديو السيستري في الفار او حتى في الحضور الجماهير والبس التلفزيوني والانتاج التلفزيوني